سقط مخيم تل الزاتر مخيم للاجئين الفلسطينيين قبل 48 سنة وبالتحديد أكتر بـ 12 أب أغسطس سنة 1976 هذا اليوم كان يوم مأساوي لأنه بالرغم من استسلام المدافعين عن المخيم وقبولهم بتهجير كامل إلا أنه صار مجازر دموية بحق المدنيين العزل اللي كانوا عم يطلعوا منه 52 يوم من الحصار الخانق والقصف المتواصل على بيوتهم يلي أساسا أغلبها كانت بيوت صفيح بيوت فقيرة والسكان معظمهم كانوا لاجئين عمال فقراء مجزرة مروعة ظل ملفة مغلق لسنوات طويلة ما حدا بيحب يحكي لك عننا لا كيف ولا ليش هيك صار وقت نفهم قصطة كاملة نفهم كتير من تاريخ منطقتنا وحاضرة بس يا ترى مين المسؤول الحقيقي عن مجزرة تل الزعتر بس الأطراف اللبنانية هي اللي كانت مسؤولة عن هالمجزرة ولا كمان نظام حافظ الأسد وإسرائيل كمان ما أسروا ساهموا فيها الحكي عن تل الزعتر موسهل مثل ما قال الشاعر الكبير محمود درويش يفلت منا تل الزعتر سنقول عنه كلاما كثيرا سنقول كل شيء ولا شيء ثلاثة آلاف قتيل لا وصية لهم ولا قبر لا يسمعهم التاريخ يضعهم في جملة واحدة ثلاثة آلاف قتيل ماتوا في معركة ولكن لا أحد يموت كالآخر رح أحكي لكم اليوم قصة مخيمة للزعتر جعولي بعد خمس سوان أهلين وسهلين ومئة مرحبتين بأحبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات بنيسان أبريل سند 1948 اقتحمت العصابات الصهيونية مدينة حيفا بفلسطين نشرت الرعب بين سكانها صارت تقتحم بيوت الفلسطينيين وتنفذ أعدامات جماعية بحقهم لهيك كتير من أهل المدينة اضطروا يتركوا بيوتهم وينزحوا شمالا باتجاه لبنان ومع نهاية حرب النكبة سند 1948 وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان بس لحوالي مئة ألف لاجئ فلسطيني أول شي سكنوا بخيم على أساس أنه إقامتهم مؤقتة بس للأسف الإقامة طولت وهالخيم هاي تحولت لبيوت من صفيح بدون أي خدمات أساسية تقريبا مثل كهرباء المي صرف الصحي إلى آخره كان فيهو كبيرة بين مستوى معيشة اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات بلبنان ومستوى معيشة أغلب اللبنانيين كونه لبنان بوقتها كان اقتصاده مزدهر سياحة صناحة مصارف فالرخاء هذا كله كان برا المخيمات أما إذا بتفوت لجوات المخيمات فما بتشوف غير فقر وتعديل وشوي شوي هاي المخيمات ما عادت تقتصر بس على الفلسطينيين بلا شي سكنوا معهم بالمخيمات لبنانيين جايين من القرى من الريف بحثا عن عمل بالمدينة ببيروت وخاصة من قرى الجنوب اللبناني فيجوا فقرهم بسعب يدوروا على شغل وين بدون يعيشوا؟ يعيشوا بالمخيمات جميل الفلسطينيين وبالتالي صار المخيم مخلط فيه أغلبية فلسطينية وفيه لبنانيين وعاش لبنان بعد استقلاله عن فرنسا حوالي 30 سنة حلوين نعم فيه لبنان بالهدوء والاستقرار عدا عن بعض الاستثناءات هيك لوصلنا لمنتصف السبعينات بوقتها الناس حسوا أنه هذا الهدوء ما رح يستمر كتير في شي خطير على البواب لكي نعرفه محمده لابد لنا من العودة قليلا بالزمن إلى الوراء وبالتحديد أكثر إلى اللحظة التي تأسس فيها لبنان الكبير عام 1920 بوقتها كانوا الموارنة هن الأكبر طائفة بلبنان من حيث العدد مو بس عددهم كان الأكبر بل كمان كانوا يتمتعوا بأعلى المستويات بلبنان اقتصاديا وتعليميا وهذا سببه بيرجع إلى أنه فرنسا قبل ما تجي تستعمر تعمل انتداب على لبنان بأكتر من قرن بأكتر من مئة سنة كانت مهتمة خصوصا بموارنة لبنان يعني احنا هن عم نحكي بألف وثماميات يعني كانت مثلا تعمر لهم مدارس وشو كانت نيتها تصنع نخبة مرتبطة بشكل وثيق بفرنسا بالثقافة الفرنسية لهيك كان من الطبيعي بعد الانتداب الفرنسي إنه الموارنة يتمتعوا بمكانة مميزة بس بالستينات والسبعينات بلشوا الموارنة بلبنان يحسوا إنه نفوذهم الاقتصادي والسياسي صار مهدد رح تسأليني ليش ها سعاد رح وفر عليك السؤال لسببين فمن عدد سكان لبنان عرفتوا كيف? يعني إذا كانوا فرضة من 50% سع تزيد البلد أسرع مننا وأكثر مننا أضف إلى ذلك زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لماذا يزدادوا؟ هو بعد أحداث أيلول الأسود سنة 1970 بالأردن اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية أن تنقل معظم مقاتلية من الأردن إلى لبنان نقلتهم هنن ونشاطها العسكري وهذا الشي خلى أعداد اللاجئين الفلسطينيين تتزايد بلبنان السبب الثاني السبب الثاني هو بداية ظهور قوى وطنية لبنانية يسارية عنده فكر اشتراكي وبدأت تعيد توزيع الثروة بالبلد وهذا الشي إذا طبع كانوا رح يتضرروا الموارنة منه كثير ليش؟ أنه هنن عندهم الامتيازات كلية بالبلد إضافة إلى أن هاي القوى اليسارية بلبنان كانت رافعة الشعار شو هو يا جابس؟ إلغاء الطائفية السياسية في لبنان شو يعني؟ أنت من الطائف الفلانية إليك خمس مناصب بالبلد أنت من الطائف العلانية إليك سبعة أنت من الطائف الثالثة إليك عشرة فهدول الجماعات اليسارية قالوا لك أخي نتعوا نعمل الانتخابات ومين ما نريح بالانتخابات نعملوا رئيس علينا؟ بغضوا نظر عن طائفته مو شرط يكون ماروني مثل مو منصوص وحمادي إذا بدك زيدك من الشعر بيه بقللك أنه من ضمن هالقوى اليسارية كمان كان في موارنة وأصلاً مو كل الموارنة كانوا من أصحاب الثروات والامتيازات هون إجت قيادات الموارنة بوقتها قالوا لك شلون بدنا نجمع الشباب حوالينا؟ يجوا يناصرونا يآمنوا بأفكارنا ما بتعرف بركي صار ما صار بيكونوا دول الناس حوالينا هالشباب قام لجأوا هالزعماء والنخب الموارنة إلى سياسة وطريقة لليوم بيستخدموها كثير من قادة اليمين بالعالم لحتى يربحوا انتخابات ويحشدوا أنصار حواليهم الطريقة ببساطة هي الخوف بيصيروا يخوفوا الناس بيقولوا لهم أنتوا أقلية بوسط بحر من الآخرين المختلفين إذا ما حملتوا سلاح ما بنعرف ممكن تتعرضوا لإبادة ممكن تتعرضوا لتهجير وهيك بديت تظهر أجنحة مسلحة للأحزاب اليمينية باللبنان بهذاك الوقت مثل حزب الكتائب يلي أسسوا بير الجميل وحزب الوطنيين الأحرار يلي أسسوا الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون كل هدول صاروا يسلحوا أنصارهم ويدربوهم عسكرياً ولكن بهذاك الوقت كمان يا سعاد ما كانت الأحزاب المارونية هي فقط اللي عم تتسلح على الطرف الآخر المناوية كانت الحركة الوطنية اللبنانية اللي هي بقى بتجمع على اشتراكيين على شيوعيين على قوميين عرب كمان هي عم تتسلح كان الزعيم الدرزي كمال جنبلاط يعتبر هو الزعيم الأبرز لهذا التجمع وكان في غيره كتير قادة باريزين من مختلف الطواف منهم قادة مسلمين منهم قادة مسيحيين مثل جورج حاوي حتى كان في منهم بعض الموارنة مثل الياسعة الله هالتجمع هات كان متحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات طبعا الأحزاب اليمينية ما كانت مبسوطة أبدا بهادي الكلام حست انه التحالف بين منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ممكن يشكل خطر عليها لذلك حاولت تتحالف فيما بينها وترس صفوفها وشكلت ما يسمى بالجبهة اللبنانية هالجبهة هاي بها داك الوقت كان عندها أفكار يمينية بتآمن بتميز لبنان واختلافه عن محيطه يعني باختصار برأيهم شعب لبنان مختلف عن الشعوب المحيطة فيه السوريين فلسطينيين وما إلى هنالك ولكن حمادي ما فينا نشوف الأمور من زاوية وحده لذلك نلجأ إلى الباحثين والمجهبذين الجهابذة لحتى نفهم الصورة بشكل أوضح ومنهم مايكل جونسون المتخصص بتاريخ لبنان اللي إله كتاب بعنوان جميع الرجال الشرفاء الأصول الاجتماعية للحرب في لبنان ركزوا معي حمادي وسعادة كلام كبير بس تير مفيد لازم نفهمه بقلنا هذا جونسون أنه الأحزاب اليمينية المارونية بلبنان ما هي إلا تمثيل للنخبة الرئاسمالية القديمة يلي احتكرت لوقت طويل الفروة والسلطة ومو مستعدة تتنازل عنهم أبدا بسهولة شو يعني هذ الكلام يا جهبذ؟ يعني جونسون وغيرهم الباحثين بكل وضوح عم يقلك أنه الصراع بلبنان بالمقام الأول هو صراع طبقي يعني مو مسيحي ومسلم ولا طائفة ضد طائفة فيه ناس متمسكين بالسلطة والثروة بيغادوا النظر عن طائفتهم ودينهم ما بدوا يتخلوا عنها للطرف الثاني صراع بين اشتراكيين ورئاسماليين وبالتالي هذول الباحثين ركزوا أكتر على دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية لهذا الصراع أكتر من غيره منشوف هذا التفسير منه ومنفهم أنه الصراع اللي بلبنان بهذاك الوقت لم يكن إلا جزءا من الحرب الباردة من المعسكر الرئاسمالي الأميركي والمعسكر الاشتراكي السوفيتي طلع من لبنان شوفها من بعيد هو صراع بين رئاسمالية واشتراكية ولبنان أحد وتجليات الحرب بلبنان كانت مبلشة من الخمسينات بس مطمطت وطالت وما انفجرت إلا في نيسان أبريل سنة 1975 واندلعت الحرب الأهلية اللبنانية شعلت الشرارة يلي كان الكلمة توقعه وعم مستناها وبلشت الحرب والشرارة كانت حادثة إطلاق نار بمنطقة عين الرمانة وراح ضحيتها عنصرين من حزب الكتائب اللبناني الماروني وأحد دول عنصرين كان مرافق بير جميل زعيم حزب الكتائب اللبنانية معناصر حزب الكتائب مباشرة انتهموا من؟ منظمة التحرير الفلسطينية وراحوا بدون ينتقموا مباشرة راحوا هجموا على أول شيء طرع بوشهم يلي هو بوستة باص هجموا عليه وعملوا في مجزرة بحادثة شهيرة صار اسمها لاحقا حادثة بوستة عين الرمان راح ضحيتها اللبنانيين وفلسطينيين كانوا متوجهين إلى مخيم تل الزعتر هذا المخيم إلو وضع خاص تعالوا أحكي لكم وسط كان واقع بمنطقة في وسط بيروت الشرقية فهذا المخيم كان بالنص والكتائب اللبنانية كان واحد من هذول الأحزاب اللبنانية و أول ما بلشت الحرب بلشت الأحزاب اليسارية اللبنانية والفصائل الفلسطينية تسلح مخيم تل الزعتر اللي هتيدافع عن حاله لأنه كان محاط بفصائل يمينية وعنصرية عم تقول أنه لازم نفضي هذا المخيم ونطلع عدول الناس من منطقتنا شو هاد؟ ما ادنا نحنا يكونوا عنا فلسطينيين موجودهم بيناتنا بيهددنا لأنه أصلا بهذاك الوقت بيروت كانت عم تنقسم لنصين بيروت الشرقية مسيطرة عليها أحزاب يمينية مارونية وبيروت الغربية مسيطرة عليها الأحزاب اليسارية والقومية اللبنانية بالإضافة للفصائل الفلسطينية وبين المنطقتين كان فيه حواجز للطرفين يعني إذا كنت تفوت من الغربية للشرقية تقتمروا على الحواجز والعكس صحيح وعلى هاي الحواجز بالذات بدأ القتل على الهوية يعني يوقفوا السيارة يقروا الاسم على الهوية وبناء على الاسم المكتوب يقتلوا الشخص يخلوا يمروا وبرجع بقلكم مخيم تل الزعتر وين كان بنص بيروت الشرقية وبالتالي بلشت هالفصائل اليمينية المارونية اللبنانية تضرب عليه الحصار شوية شوية تحاصروا وهذا الحصار استمر بالمجمل حوالي 16 شهر بالبداية كانت تفوت بعض الامدادات سكر، طحين، رز على فترات متباعدة وهالحكي بعد مفاوضات تصير بينها طرفي الصراع لأنه بالحقيقة حتى ضمن هالأحزاب والميليشيات اليمينية كان في ناس أصواتهم معتدلة يعني قل لك أخي أنا ما بدي أقطع كل علاقتي مع العرب ما بدي أقطع علاقتي نهائيا مع الهوية العربية والمحيط العربي خاصة مع بداية الحرب لما كان ما في حدا عم يغلوب من الطرفين يعني عم تقاتلوا بس متوازنة بشكل أو بأخر فبهذا الوقت ببداية الحرب كان صوت المعتدلين لسه مسموع كان في فكرة سائدة بوقتها أنه أخي خلاص لحتى نوصل لحل لازم كل الأطراف اللبنانية بالإضافة للطرف الفلسطيني يعدوا مع بعض يحكوا ليصلوا لحل لصيغ التفاهم ولكن كل شي تغير عندما دخل الجيش السوري في الأول من يونيو حزيران عام 1976 بحجة الدفاع عن المسيحيين وبطلب من الأحزاب اليمينية المسيحية بحسب بعض المصادر التدخل هذا أدى إلى ميلان كفة القوة في هذا الصراع كثير لصالح الأحزاب اليمينية المارونية فحست أنها صارت الطرف الأقوى وإنه خلاص رح تحصم الصراع الأصالحة فصارت تمنع أي إمدادات غذائية من أنها تدخل لتل الزاتر حسنت أنه معت في داعي تتفاوض مع القوى اليسارية اللبنانية والفصائل الفلسطينية مثل الأول حمادي أبل ما تقل لي مو أنت بالذات حمادي أي حمادي من الحمادات يجي قل لي أنت يا جهبذ منحاز ومتحامل وعم تحاول تشوه دور الجيش العربي السوري في لبنان أنا عم حاكيك حاليا عن يلي صار سنت 1976 بالذات مو عن يلي صار بعدين يعني حافظ الأسد غير تحالفاته كتير خلال الحرب اللبنانية يعني اللي تحالف معهم اليوم قاتلهم بكرة واللي قاتلهم اليوم تحالف معهم بكرة ممكن نحكي عن هذا الوضع بحلقة ثانية لحاله بس أنا اليوم عم بحكي لكم عن بداية تدخله بلبنان اللي كان ضد منظمة التحرير الفلسطينية وحلفاء من الأحزاب اللبنانية تدخله هاد بوقتها أثار غضب الشارع العربي خل صورة النظام السوري تضرر كتير محليا وعربيا بس ليش هيك النظام عمل بحاله؟ بالحقيقة بهديك الأيام كان أكتر شي مزعده لحافظ الأسد حازز بقلبه هيكي أهره إنه كان حاسس إنه أمير كان طنشته وملتفتة لمصر ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل بعد حرب أكتوبر تشرين الأول 1973 إنه ليش ما عم تحاكوني لقلي أنا كمان المفاوضات اللي قدت بالنهاية لاتفاقية كام ديفيد السلام سنة 1978 هو حافظ الأسد بشكل عام كان يحب يحط الورقتين اللبنانية والفلسطينية بجيبته وكان ينزعج من ياسر عرفات لأنه ما كان يرضى يكون تابع لأله مثل ما حكينا بحلقة خاصة عن المقاومة الفلسطينية فيكن نشوفوها منه يعني بالمختصر حافظ الأسد كان يحبي أظهر للعالم كله إنه أنا لاعب أساسي بالمنطقة وما فيكن تلعبوا بلاي وبوقتها استغل مخاوف الأميركان من إنه إذا لبنان سيطرت عليه القوى اليسارية الاشتراكية ممكن نتحول لكوبا على البحر المتوسط يعني قاعدة متقدمة للاتحاد السوفيتي وبمكان حساس من العالم وبديت هون بقى سيدي حوارات بين النظام السوري ووزير الخارجية الأمريكي هنري كاسنجر وبعد هالحوارات هاي صار تفاهم معين لدخول الجيش السوري إلى لبنان طبعا هالخطوة هاي زعلت السوفييت من حافظ الأسد بس هو يقلون هذا الحاضر الرأي العام العربي والسوري كان مصدوم هو عم يشوف الجيش السوري عم يقاتل منظمة التحرير الفلسطينية وطلعت مظاهرات بكتير مدن وعواصم ضد تدخل الجيش السوري بلبنان وضد مشاركته بالحصار والمأساة يلي عم يشهدها مخيم تل الزعتر بس بالنهاية يا حمادة النظام السوري ما كان مهتم كتير برأي الناس برأيه كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر طيب شو كان عم يصير بهذاك الوقت بالحصار على مخيم تل الزعتر؟ بالحقيقة يا سعاد الحصار على مخيم تل الزعتر شهد تشديد كتير كبير بعد تدخل الجيش السوري بلبنان 52 يوم كانوا كتير صعبين صار الحصار خانق والقصف مستمر أن أطعت خلالهم كل الإمدادات الغذائية عن المخيم بشكل كامل مي ما عاد فيه خبز ما عاد فيه حتى لو كان معك مصاري معك فلوس بيجيبتك ما في مكان دكان تشتري منه غراض ما في غراض تشتريه أصلا ولولا ما كان فيه بالمخيم مخزن عدس كبير لكانوا أهله ماتوا من الجوع صارت الناس تأكل عدس على الفطور والغداء والعشف أكتر من خمسين طفل ماتوا بالمخيم من سوق التغذية وبآخر أيام الحصار حتى كهربة مولدات ما عاد فيه أم الناس اعتمدوا على الكاز فالكاز خلاص حتى المشافي ما عاد فيه كهربة صاروا الناس لحتى يطبخوا يجيبوا التياب لأواعي الوسخة ويحرقوها لأنه أصلا ما فيه مي لحتى يغسلوها كنت تسمع أصوات القصف المستمر مع أصوات بكاء الأطفال بالمخيم ما تعرف عميبكم من الخوف من أصوات القصف ولا عميبكم من الجوع والعطش الناس اللي حتى تتأمن مياه الشرب كانت تضطر تروح على بير مياهه مكتير نظيفة ومع ذلك توقف على دور طويل كتير وفوق هات كله هاد البير كان معرض للقنص حوالي 200 شخص أغلبهم من النساء والأطفال تم قتلهم هنين عم يجيبوا مي بالقنص أو بالقذائف بشان هيك صاروا الناس يقولوا بوقتها تنكت المي بتساوي تنكت دم والجيش السوري بوقتها كان فعلا مشارك بحصار المخيم وتجويعه مع أنه بنفس الوقت كانت إسرائيل عم تمد الميليشيات اللي محاصرة للمخيم بالإسلاح وبيوم 12 قاب أغسطس سنة 1976 نهار الدفاعات المخيم طبعا إيش باري بده ينهار بعد ما كل الأطراف خلاص سكرت عليه ما عد يقدير يقاوم وقالوا لسكان المخيم من المدنيين أنه خلاص رح نسمح لكم تطلعوا على بيروت الغربية وهنا الأ對吧 خلاص يحضروا حالا لحتى يواجعوا ويتفاجأوا بدخول عناصر من الميليشيات اليمينية وأن يصبحوا منص المخيم وتفتلوا ولاحثوا أن العناصر يمسكون ميليشيات المخيم قبل أن يمسكون ممرضات تبعات المشافي فيأخذوهن ويأدموهن وخرج المخيم كان هناك عناصر من هذه الميليشيات يوقفوا السيارات التي تقوم المدنيين من المخيم لخارجه يوقفوهن، ينزل المدنيين، يفصلوا بين الذكور والإناث ويأدموهن بالمجمل خلال حصار وقت حامل مخيم من قتل حوالي 3000 شخص فلسطيني ولبناني أغلبهم ما ماتوا بالقنص أو بالقصف على فكرة إنما أعدموا ميدانيا بعد انتهاء القتال بعض من مسؤوليها الفصائل اليمينية بيعترفوا بياليصار بيقولوا لك يللي قاموا بهذه الأفعال ما هم إلا زعران عناصر غير منضبطة تصرفات فردية بنهاية الحلقة حمادية وسعاد أحد مشاكل منطقتنا هو إنه لا يزال هذا التجيش العنصري وتخويف المدنيين موجود شو يعني؟ يعني أي زعيم سياسي بده يحقق شوية مكاسب سياسية يفوز بانتخابات يا سيدي بيلقي خطاب على الناس اللي عم تتابعه بيلقي خطابات عنصرية على الجماهيل وبيخوفهم من الآخر بيخوفهم من الثانين فبيتحمسوا وينزلوا على الشوارع بيرتكبوا جرائم واعتداءات ضد ناس مالون زنب وما بيفرقوا باعتداءاتهم بين كبير وصغير بعدين مصالح هدول السياسيين نفسهم هذا السياسي اللي ألقى خطاب مصالحه بتتغير متل ما صار بالبنان تماما وبيروح بيقعد على طاولة واحدة مع الناس اللي كان عم يدعو لإيبادتهم أو طردهم بالماضي بتقول له أتباعك عملوا جرائم بيقول لك لا لا أنا ما دخلني أنا بتبرم من هدول القلة اللي عملوا جرائم وبدينهم لذلك يا حمادي أوصيك وأوصي نفسي إنه لا ننصاق وراء أي دعاية عنصرية بلا ما تورت حالك بشي قصة بعدين ما تلاقي حد يدافع عنك المصالح السياسية دائما بتتغير وأوصيكم أخيرا حمادي وسعاد ألا تكون لكما ذاكرة السمكة في شغلات ما بصير ننساها أبدا مثل إنكم تعنوا لايك إعجاب بالحلقة إذا عجبتكم وتشاركوا الحلقة بين أصدقائكم تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس تشوفوا المصادر والحلقات السابقة وتنتظروا حلقات القادمة سلام اشتركوا في القناة